اشتركوا في القناة وهو اقوى سلاح استخدمته طالبان ضد امريكا في حربها السلاح ده يمكن غير الاسلاحة العادية التقليدية السلاح مهم جدا وهو السلاح التركيب الجيولوجي المعقد والتضاريس الوعرة لافغانستان وسلاسل الجبال العالم عشان كده ان شاء الله هنا النهاردة هنتكلم بشكل تفصيلي بقى عن هذا السلاح القوي اللي استخدمته افغانستان من احنا هنتكلم من الناحية العلمية البحث يعني بعيدا السياسة معا او ضد ده مش موضوعنا احنا موضوع النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة جدا هي الناحية الجيولوجية والتركيب الجيولوجية المعقدة لافغانستان وعشان نتكلم عن التركيب الجيولوجية لابد الاول نتكلم عن الموقع الجيغرافي طبعا احنا عارفين ان افغانستان تقع في قلب قارة اسيا يعني احد ده من الشمال الصين من الشمال تاجكستان وتركمستان اما من ناحية الشرق والشمال الشرقي الصين من ناحية الشرق والجنوب الغربي الجنوب الشرقي باكستان والغرب ايران ده بالنسبة للموقع الجيغرافي وطبعا هي طبعا موجودة داخل هذه الدول وليس لها اي منفذ على البحر لو جينا بقى وقربنا كده على افغانستان وشفنا التدريس الجيولوجية لافغانستان بشكل عام افغانستان هي عبارة عن سلاسل جبال مرتفعة بتبتدي من ناحية الشرق طبعا ده جزء من لو احنا فاكرين ده جزء لسلسلة جبال هيمالايا وفيها اعلى قمة موجودة قمة افرست 8,850 متر تقريبا في سطح البحر في جزء من افغانستان موجود جزء الشرق بالنسبة لك جزء العالي ده هو بتنخفض تدريجيا ناحية الغرب لو بصينا حنلاقي تقريبا سلاسل الجبال يوجد في وسط افغانستان وادي بيمتد من ناحية الشرقية بيمتد من الشمال الشرقي الى الجنوب الغرب اللي هو الوادي ده اه هنا هنا في وادة هو تماشي جوه افغانستان وبعدين بييجي في وسط افغانستان بيمتد من الشرق الى الغرب فاحنا لو بصينا مثلا كل افغانستان هي عبارة عن الجبال فعشان مثلا تيجي قوات الامريكية وتتحرك بالمقاتلات والاسلحة الحربية المختلفة هتتحرك جوه الوادي هنا هتمشي جوه الوادي طبعا سهل جدا هتلاقي مقاتلين افغانستان موجودين في المرتفعات العالية دي بيعملهم عمليات نوعية ضد القوات الامريكية وبرجعوا تاني فطبعا اهل لمكة قادرة بشعابها هم عارفين هما بروحوا فينو بيجوا منين انما الامريكان داخلين فقط داخلين بكوة وبعونفوا اسلحة الحديثة ولكن الاسلحة الحديثة دي هتعمل ايه هو اسلحة حتى لو اسلحة الدورة الشرق هتعمل فيه في الجبال المرتفع دي فطبعا ده حيب صعب جدا ان هي تقدر تتغلب عليهم بسهولة في وسط الجبال الوعرة نفس القصة لو بصينا في المنطقة الغربية ليه افغانستان حلاهي برضك نفس سلاسل جبال موجودة هيت يوجد في وسطها عبارة عن وادي ده كل سلاسل الجبال هيت وده وادي موجود في النص مجموعة اوضية وسلاسل الجبال المرتفعة المختلفة هوات لو بصينا انها مسلا هوات دي وادي موجودة هنا والطريق طبعا عشان يجي قوات الامريكات تتحرك حتى لو قلتلي معها طيران فالطيران حيمشي في وسط الجبال السلاسل الجبال المرتفعة دي جدا فدي كلها صعوبات فدي تدينا خبرة كجيولوجيين بقى عشان كي يشاب جيولوجي ان شاء الله يخش الجيش في وطني في بلده يستفاد من الخبرة ديت ويعرف ويدي تحاليل الجيولوجيا مهمة واحنا عندنا كمان تخصص من الجيولوجيا العسكرية اهو ده اهميته بقى ان انت تبقى عارف المنطقة والجيش وتقدى نصائح لقادة الجيش ان احنا لما نحارف في اي منطقة نبقى عارفين المنطقة تركيب الجيولوجيا بتاعها هل هو تركيب جيولوجيا بسيطة ولا تركيب جيولوجيا وعرة وانواح فاحنا لو بصينا هيتفاف غانستان تخيل كده لو الجيش الامريكي ماشي كل المقاتلات لازم تماشي هنا في جزء السهل الوضع ده المقاتلين موجودين فوق عارفين بيادوا الى عمليات نوعية برجعوا بسرعة فدي كل ديت اضعف وانهك الكوات الامريكية على مرور عشرين عام طيب احنا لو لاحزنا بقى خلينا احنا من ناحية الجيولوجيا دي تركزنا لو لاحزنا كل التركيب الجيولوجيا موجودة هنا لو بصيت معي هتلاقي كل امتداد الصخور الجيولوجية كل ديت عبارة عن صخور مختلفة هنتعرف على نواعيات تقريبا واغضة في اتجاه الوادي اللي هو اتجاه ايه شرق غرب ومتنوعة عن سلاسل ممتدة وطبقات مختلفة تعالوا بقى نشوفوا مع بعض التركيب الجيولوجية المختلفة وازاي تكون التركيب الجيولوجيا يمكن احنا قدمنا لكم في قناة الجيولوجيا العرب قبل كده في محاضرة اسمها محاضرة الجيولوجيا التركيبية اللي هو انا وضع التكتول لحاضرة البترولية في مصر ومنطقة العربية دي قدمنا فيها وكانت بكتول محمد عبدالواحد قدم فيها جزء عن ازاي تكونت الاحواض في الاحواض البترولية في منطقة مصر والدول العربية بشكل عام وكان معها ايضا وضحنا فيها اللي ازاي منطقة اسيا اتكونت وازاي يتحول المحيط الكبير اللي كان اسمه الباليوتيسي والنيوتيسي وتحول البحر متواصل. احنا دلوقتي خلينا ركز دلوقتي مع افغانستان في المنطقة دي. افغانستان والمنطقة اللي هي منطقة وسط اسيا. ازاي تكونت من الناحية الجيولوجية عشان نفهم التركيب الجيولوجية المعقدة المكونة لمنطقة افغانستان. فيحنا دلوقتي احنا دي دي بالنسبة لنا قدامنا دي خريطة العالم تقريبا منذ مئة الف سنة مرة. يعني تقريبا ده عصر التباشير او الكريتشياس ده عصر اللي هو عصر سيادة الديناصورات. كان الوضع الموجود بالنسبة لنا وضع الكارات ووضع البحار والمحيطات بالشكل ده. احنا لو شفنا الجزء الكبير ده اللي هو بعد كده حيتكون كان في هذه الفترة اسمه نيو تي سي. او المحيط التي سي الجديد. تمام كده? كان بيفصل ما بين قارة افريقيا هي دي قارة افريقيا هاته كانت بدأت لسه تنفصل عن قارة امريكا الجنوبية. لان قارة افريقيا وامريكا الجنوبية كانوا في حكم الحال قديمة. كانوا منتصلين مع بعض في قارة واحدة. بدأوا هنا منفصلوا عن بعضها هي زي ما احنا شايفين. وهنا افريقيا كانت عبارة عن تلات اجزاء هي جزء اللي هو غرب افريقيا وجزء شرق وجنوب افريقيا. وهنا كانت الهند ضمن افريقيا. وبدأت تنفصل من ميت مليون سنة عن افريقيا. بص بقى خلينا حنركز مع بعض هنمشي الفيديو. ونشوف ده لك حركة الهند بقى هي اللي هتعمل لنا التركيب المعقد لمنطقة اسيا. وخاصة تكوين سلاسل جبال هيمالاي. لان هنا الهند هتصطدم. انفصلت عن افريقيا واصطدمت بجنوب اسيا. فالاستضام ده كان استضام قوي جدا. عمل سلاسل جبال مرتفع اللي هي سلاسل جبال هيمالاي. احنا لو بصينا هنا تقريبا منطقة باكستان وافغانستان وايران هنا تقريبا. كانت عبارة عن جزيرة داخل محيط. يعني معظم الصخور اللي كانت موجودة في حجب الحياة المتوسطة لمنطقة وسط اسيا وخاصة منطقة افغانستان. هنلاقيها دي عبارة عن صخور ايه? محيطية. طبع الكشرة المحيطية يعني واخدت ترتيب الصخور المحيطية زي الجابرو والانواع المختلفة من الصخور الجوفية آآ المافيك والالترا مافيك. هنتحرك مع بعض بقى نشوف كده مع اختلاف الزمن هو بص هنا الزمن هيختلف هنا معانا هو. وهنا الحركة هيت تبتدي معانا هيت احنا لو احنا شايفين كده هوا. هنا الحركة هيت واضحة. الحركة بتتحرك هنا. شو بقى دلوقتي? هنبص هنا افغانستان هيت وباجستان وسط اسيا. وبتقترب منها كارة فيه كارة افريقيا هوت. وهتقفل لي بقى البحر التيسي. وهتعمل لي البحر المتوسط. هنبص بقى هنا البحر المتوسط هتبتدي يتكون هنا. هنا بداية البحر المتوسط التيس هيخش هنا وحيقفل. وشوف الهند بقى شوف الهند اتحركت بقى من سبعين مليون سنة يعني فينات التبشيري. بتتحرك بسرعة هي بقى الهند هنا نركز مع الهند لان الهند استضامة هو اللي هيكول لنا سلاسل الجبال المعقدة للهمالاية ومن ضمنها جبال باكستان وافغانستان. بص معي اهي. اهي هنا الهند حتصدم. اهي هنا هنا بالزبط هنا يا شباب اهي هنا افغانستان منطقة بتاعت. هي عبارة عن سلاسل كل ده مناطق ضغط يعني ضغط تكون لي سلاسل الجبال عشان كده بتكون لي فوالي متعددة معظم زي الفوالي اللي هي ساميرات سرانسفور اهي هنا اهي هنا اهي ابصوا معي ركزوا مع الجزء ده اهي افغانستان شو بقى الطحن والتصادم الكبير جدا ما بين الهند وبين اسيا هيعمل لي سلاسل جبال مرتفعة جدا من ضمنها منطقة او سلاسل جبال افغانستان اهي هنا هنا هنبص اهو بقى معنا دلوقتي هنبص هنا هه وهنا من تلاتين مليون سنة مضت بصوا معايا تحرك تلاتين Johnny عشرين مليون سنة مضت عشرين مليون سنة كان الوضع اهي هنا بقى الخليجي العربي هو خليجي العربي افغانستان هنا بالزبط هنا اهي من عشرين مليون سنة اهي افغانستان هتبتدي تكون وبدأت ما كانت في wooha biz OUT تحصل وتكون وتخش في القرى وتكون لي سلاسل جبال عشرة مليون سنة مضت اهي بدأ بقى البحر الاحمر يفتح هو يتكون البحر المتوسط بدأ يتكون واضح هو والخليج العرب هو ومنطقة افغانستان هيا شباب لو بصنا بقى دي منطقة افغانستان وشوفنا التطور اللي حصل ده اللي ادى الى التركيب الجيولوجية المعقدة لما نيجي حتى نشوف الخريطة الجيولوجية لافغانستان اهي دي الخريطة الجيولوجية اشوف معقدة جدا خريطة جيولوجية افغانستان افغانستان جزء الشارعي معظم الصخور اللي هو وحجب الحياة القديمة. لما بنيجي في حجب الحياة المتوسطة حجب الحياة الحديثة بيظهر معظم صخورة في الناحية الغربية لافغانستان. ولو بصينا يمكن احنا متعودين ان احنا نلاقي صخور مثلا عندنا في مصر هي صخور نارية ومتحولة. ما بعد ذلك صخور حجب الحياة المتوسطة والحديثة هي صخور رصوبية. ولكن هنا في افغانستان لقى الامر مختلف. ان الصخور معظم ما فعلا صخور نارية ومتحولة جابرو جرانيت ونايس وشيستو وميتا فولكانيك. ولكن الصخور حجب الحال المتوسطة. حجب الحال هي تدخلات من الصخور الروسوبية لان كانت عبارة عن بحر بيحصل فيها تصادم بيحصل فيه سبريدنج بيحصل فيه كل جمع بين البحر. فكان بيحصل تواليات من صخور روسوبية ويجي بعدها طبقات بركانية اللي هي اللافة المختلفة والفولكانيك والبازلت والريولايت والانتصايد كل الصخور البركانية ديت. كانت بيتكون لطبقات ويجي بعدها طبقات صخور روسوبية من حجر جيرة وحجر طفلة ولايمستون. بعدها يحصل طفوح بازلتية على هذه الصخور الروسوبية فاتكون لطبقات جديدة من الطفوح البازلتية بسمها اللافة ويكون لانواع مختلفة من الصخور زي الانتصايد والريولايت وبعضها بتعرض لضغط وراجة حرارة فبتحول الصخور متافولكانيك. ولذلك احنا لحد البلايستوسيل كان فيه طفوح بوركانية كبيرة جدا في افغانستان وفيه تدخلات من البازلت في صخور متحولة وانواع مختلفة من كل الصخور اللي تتخيلها من الصخور الرسوبية للصخور نارية الى صخور متحولة. فكل هذه التركيب المعقدة اللي كونت في افغانستان هي اللي عملت التركيبة الجيولوجية المعقدة للمنطقة وده بقى اللي احنا بنسموها هي شغل الجيو السياسة او السياسة والجيولوجيا ان هنا الجيولوجيا لها دور كبير جدا في التحليلات السياسية وفي الفكر العسكري ان لازم كجيولوجي لازم تبقى فاهم تركيب المنطقة اللي انت هتشتغل فيها تقدم نصايح في جيشك الوطني بحيس انه يستفادوا من خبراتك واللي تعلمته في الجيولوجيا. وتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا استفادنا من حلقة النهاردة وان عجبتك الحلقة ياريت تعمل لها لايك والشير عشان كل استفادئ منها وانا كنتش اشتركت في القناة شارك معنا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.